السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المترجم للقناة المترجم للقناة اما عن ترتيب الهدفين ففي صدارة الهدفين اللاعب محمد ابراهيم لعب الكهرباء بأربع هداف يتساوى معه ايمن حسين لعب الكهو الجوية بأربع هداف ايضا وفي مركز ثاني عمر عبد الرحمن لعب الكرخ بسلسة اهداف ومحمد خالد جفال لعب الطلبة ومهند عبد الرحيم لعب الزوراء يأتي في المركز الثالث بهدفين ومعه احمد فرحان لعب نفط البصرة ومن نارطها لعب الحدود ومحمد داود ياسين لعب النفط وسجاد جاسم لعب نفط الوسط ومحمد جواد لعب زاخو واحمد عبد الرزق لعب نفط ميسان ووليد كريم لعب النفط وعمر منصور لعب نفط الوسط ويأتي بعد ذلك في المركز الرابع يتسدير لعب السماو بهدف معه كرار عبد ياسر لعب القاسم نصر حمود لعب نفط ميسان حسين عبد الواحد لعب نفط الوسط وصيف الدين ظاهر لعب ديوانية شركو كريم لعب أربيل بارزان شرزاد لعب أربيل والمنتصر بالله فؤاد لعب نفط الوسط وإليكم باقي أسامي اللعيب أقرأوهم بعد إذنكم متابعي الكرام كان معكم محمد نور الدين من قناة من آخر الخلاص قدمنا لكم ترتيب فرقة دور العراق وترتيب الهدفين ونتيج مرات اليوم الجمعة 27-11-2020 مع بداية الجابلة الخمسة اشترك في القناة وفعل زر الجرس وعمل لايك الفيديو ونراكم فيديو آخر بإذن الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته